مما يدلك على فضل الفقه في الدين وتعلم أحكام شرع رب العالمين قوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين يعني أن من لم يتفقه في دين الله فإن الله لم يرد به خيرا فانظر إلى مقدار ما عندك من الخير ووازنه بمقدار ما عندك من الفقه في دين الله إن الأحاديث النبوية التي جاءت بتفضيل العلم والترغيب فيه جعلت جماهر أهل العلم يفضلون عبادة طلب العلم على غيرها من العبادات غير المفروضة ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب إن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر ومن أبطى به عمله لم يسرع به نسبه